يمكن في بطولات النشئين بيبقى دايماً اللعب بيلبس نظارة فبيبقى اي سر ان هو لبس نظارة غير الكباري؟ هو عشان الصغيرين بيبقى لسه بيلعبوهم مش عارفين قوي كورة بيدربوها ازاي او ممكن كورة تيجي في عين اي حد المضرب نفسه ممكن يغبط اي حد فبيبقى لازم توصل لليفل تبقى انت كبرت انك فوق 19 سنة انك تقدر انت متلعبش بالنظارة عشان خلاص عرفت كورة بتلعب ازاي مش هتبقى خايف على نفسك وخايف على اللي معايك فلكم انت صغير مش بتبقى قوي بتفكر في اللي معايك او مش بتبقى طرف تم الكنترول قوي على المضرب وكورة يعني فانو الضارة بتحاول تحمي على قد ما تقدر يعني هل اتعرضت الموقف قبل كده ان كورة خبطت فيك وانتي في الملعب؟ كتير طبعاً بس يعني حمزة ما يعني فيش حاجات في الوش قوي بس او دايما هن صغيرين كور ومضرب كتير قوي يعني في بطولة العالم 2014 بتاعة الكوبور قدرتي تكسبي نيكول ديفيد في نص النهائي في بطولة في ماليزيا وممكن خسرتي النهائي 3.2.9 يعني حاجة قريبة جداً نيكول ديفيد اللي هي بتتعامل اسطورة اللعبة فانك تكسبيها في ماليزيا في السن ده كل ده عده معك ازاي احنا يعني نيكول الناس كلها عارفة هي مين وعملت ايه وحققت ايه في حياتها احنا كان طول عمرنا كلنا اعتقد ان هو حلم ان حاد يخش يلعب معيها وكان اللي بياخد منها جيم واحد كان بالنسبة له هو كده خلاص يعني مفيش حاجة اخر ممكن يقدر يعملها فكلنا كنا شايفين يكون في حتة واحنا في حتة تانية فان انا اقدر اوصل وبابلع معيها في اللابل بتاعها ان انا اقدر اتخيل ان انا في يوم ممكن اكسبها ده كان بنسبة لي حلم يعني فالعبها في ماليزيا واكسبها كنت بطولة عالم هي بطول عمرها بتكسب بطولة العالم كسبة اكتر واحدة ثمان سنين فكل ده كان حاجات كبيرة قوي وحاجات انا كنت كان نفسي ان اقدر اوصلها بس مكنتش مدخيل ان اقدر اوصلها في الوقت دايان فان انا اكسبها في ماليزيا كانت من احسن حاجات اللي حاصلت يعني في حياتي او في كاريل سكواش ممكن انت من اللعيبة القليلة او اللي لعبوا في جيلين مختلفين لفترة اللعبتي مع جيل كان فيه امنية ورانيم ونيكول ولورا دلوقتي جيل اصغر شايف اي فرق بين الجيلين بما انك لعبتي هنا فترة انا برضو في الجيلدة كنت انا صغيرة فكانوا كلهم بيعملوني معاملة مختلفة دلوقتي الجيلدة انا الكبيرة ففيه اختلاف انا حاسا بيا وانا بيتشايفة اللي هما كانوا بيعملو انا بعمله فلعبت مع رانيم وامنية وينجي وكل دول انا بالنسبالي هما كانوا من الناس الاساسية في حياتي اللي علموني حيات كتيرة جدا يعني انا سفرت معهم منو عندي 14 سنة وانا بسافر معهم تعلمت كتير جدا ان المو يبرر منعب كتير جدا وقوه المنعب وزي بتعامل في المنعب مع العيبة كتيرة في السكواش نفسه بنتكلم مع بعض فمختلف تماما عن اللي بيحصل دلوقتي والعيبة دلوقتي كل حاجة مختلفة انا كنت ببنسوطة فخورة ان انا ببقى واحدة منهم من الجيل بتاع زمان ان انا ببقى ماشي معيهم او بسافر معيهم بكل حياتة او تعلم منهم الجيل دلوقتي مختلف تماما كلهم صغيرين نصة طلعين كويسين كتير جدا وجمزين اعتقد ان الفرق ان انا بقى انا كبيرة ده مختلف شوية لسه بحاول اشوف بيتعامل ازاي يعني هل بما ان كنتك كبيرة دلوقتي بقى بتحاولي تنقلي بقى الخبرات اللي فاتت دي بتعملي زي ما تعمل معاكي ولا برضو الظروف مختلفة لا احنا في الاخر في الاول احنا احنا لعبة فردية وكل واحد بيعتمد على نفسه في الاخر وبيعتمد على الفريق اللي معي من عشر سنين عمرهم هما هما الناس هي هي اللي بتعمل دلوقتي زي لمن عشر سنين فهو دلوقتي برضو موضوع بقى مختلف شوية حيان زمين زمين كان كل حياة بنعملها مع بعض حتى لو بننافس بعض كل حاجة كل حاجة غالبا كل حاجة بنساف مع بعض بنحكز كل حاجة مع بعض التمرين بنعم مع بعض حتى لو بنلعب مع بعض وفي المتشاط بنعم مع بعض لكن دلوقتي كل واحد بقى معتمد اكتر ان هو مع نفسه مع فريق بتاعه في الاخر كلنا كلنا كويسين كلنا صحاب بتسافر مع بعض وكل حاجة بس كله بقى معتمد اكتر على نفسه يعني يمكن بمناسبة المنافسة دايماً لما بيكون المنافسة قوية وبيبقى كل واحد بيتابع مستني التاني هايقع امتى ما شوفناش ده قبل كده لو كنت انتي ورانيمو قلنا بتتنفسه في التصنيف مثلاً بنلاقي ان انتي مثلاً خسرتي بتبقي كوتش الرانيم رانيم خسرت بتبقي كوتش ليك ازاي بتحافظه على استمرار علاقة الصداقة حتى رغم التنافس القوية انو عشكا بقول احنا كانت علاقتنا كانت بالنسبة لنا اهم واقوى من الرياضة نفسها يعني احنا بقولك انا بسافر معاهم انو انا عندي 14 سنة كنا قريبين قوي كلنا البعض اه كان في الملعب كل واحد بيبقى عايز يكسب وكل واحد بيبقى نفسه يكسب اكيد بس في الاخر اول ما بنتلع بره الملعب خلص بننسى اللي حصل و احنا بيبقى صحاب بننزل بعديها على طول ننزل بعد ماتش مع بعض وكل حيب ترغطها باية بالبعض كل حيب تاخد وقتها شوي يعني كل حيب بعد ماتش بياخد وقته وبعد كاب بنرجع تهني من الاطبعيين وقبل ماتش كل واحد بيبقى مع نفسه فمنافسة بقت مختلفة شوي ايه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة